اهلا بكم الى مجازي اخباري الان افاد مراسلنا في سوريا قبل قليل بان عددا من القتلى وعشرات الجرحى سقطوا في مخيم الركبان جنوب السويدة جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المخيم الذي يقع قرب الحدود السورية الاردنية الشمارية ويذكروا ان هذا الانفجار الثاني خلال اسبوع في المخيم ويسكن المخيم قرابة مئة الف مدني هربوا من مناطق يحتلها داعش تتواصلوا لليوم الثاني جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جناف بين وفدي المعارضة والنظام الاسد على الرغم من اجواء التشاؤم ومن المفترض ان تجتمع المعارضة مساء اليوم بالمبعوث الروسي جان دي جاتيلوف لمناقشة المسار السياسي واتفاق استانا هذا وينتظر المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا من الوفود الرد على مقترحه بتشكيل آلية تشاورية لدراسة سلة الدستور ذكر تقرير قدم الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان محققين من منظمة حضر الاسلحة الكيميائية توصلوا الى ان امرأتين سوريتين تعرضتان لغازي خردر الكبريت في هجوم على ما يبدو في محافظة حلب في سبتمبر ايلول اطلقت الرياض موقعا الكترونيا خاصا بالزيارة المرتاقبة لرئيس الامريكي دونالد ترامب المقررة في نهاية الاسبوع واعلنت فيه مشاركة خمسة وخمسين مسؤولا من دول عربية ومسلمة فيما وصفته بالحدث التاريخي وتحت الشعار العزم يجمعنا يتصدر صفحة الموقع عد تنازلي باليوم والساعة والدقيقة والثانية لوصول ترامب الى المملكة مرفقا بعبارة القمة العربية الاسلامية الامريكية قمة تاريخية لغد مشرق اعلنت وكالة اعماق التابعة لتنظيم داعش مسؤولية التنظيم عن هجوم على مبنى تلفزيون في افغانستان وكان مسلحون قد هجموا صباح اليوم مقرى هيئة الاذاعة وتلفزيون الافغاني في قلب جلالباد كبرى مدن ولاية نانجرهار في شرق افغانستان ما ادى الى تبادل الاطلاق النار فيما لا يزال عدد من الصحفيين عالقون داخل المبنى وصراح المتحدث باسم الحكومة ان ثلاثة مسلحين دخلوا مبنى الاذاعة وتلفزيون صباح اليوم مضيفا ان اثنين من المهاجمين قتلوا ولا يزال الثالث يقاوم اعلن مسؤول امريكي ان قرار السلطات الامريكية حضر اجهزة الكمبيوتر في مقصرة الركاب على متن الطائرات سيتم توسعه ليشمل رحلات اتية من مناطق اخرى من العالم ففي شهر مارس الماضي اعلنت الولايات المتحدة حضر ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمولة والالواح والالعاب الالكترونية الى مقصرات الركاب على متن الرحلات الجوية متحدثة عن خطر وقوع هجمات ارهابية اتام الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة